نظمت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية جلسة حوارية بمكتبة وادي الحلو العامة تحت عنوان قضايا العزوف عن القراءة تحدثت فيها الأديب الروائية وكاتبة أدب الأطفال نادية النجار أمام جمهور من المنطقة الشرقية وطالبات من مدرسة عائشة بمدينة وادي الحلو وأكدت الكاتبة تميز الأجيال الجديدة بمستوى عال من الوعي والشغف بالفنون لكن الوقت الذي تمنحه للقراءة غير كاف نتيجة عدة عوامل تسبب التشتت والعزوف عن القراءة أبرزها انتشار الأجهزة والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ورأت أنه بالإمكان تحويل تلك الأجهزة والمنصات إلى مصادر للقراءة التي لا غنى عنها لتطوير الذات واكتساب المهارات اللغوية والتعرف على الثقافات الأخرى جلستنا اليوم كانت بعنوان العزوف عن القراءة بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب تناولت موضوع مهم جدا وهو موضوع القراءة تحدثنا عن أهمية القراءة وأيضا عن أسباب العزوف عن القراءة وكيف ممكن نخلي القراءة أسلوب حياة تهدف هيئة الشارقة للكتاب إلى غرس روح القراءة في نفوس طلابنا وطالباتنا من خلال هذه الورش